مرحبا بكم الى هذا الفيديو الجديد اليوم سنتقلص في حد 16 مع المطير لكسيك تحت عنوان إنيسياتيون على إستعمال الدكسيونير 1 نفضر سنتعرفه على كيفية استعمال الدكسيونير المنجد أو القاموس عن كيف أبحث عن كلمة في القاموس نظر و أبحث عن كلمة في القاموس نظر بيان اليماج نحظوا الصورة التي توجدك في هذه الفقرة كيف ترى هذا المنجد؟ ما الذي تمثيله؟ هذه الصورة كما تلاحظون هناك الكثير من الكلمات بالأحمر في تاريخ لهم باللون الأسوال في تاريخ لهم في تاريخ لهم من الصفحة من المنجد أو من القاموس دو إتل تغي دو إتل تغي يعني من أين اقتطفنا هذه الصحة يعني من نجبنا الأصل المصدر ديلا لذلك لذلك ديكسينار أشت بنجاما لذلك ديكسينار أشت بنجاما يعني من الأسوال أشت بنجاما ماذا يتغي أشت بنجاما أشت بنجاما أشت بنجاما أشت بنجاما لذلك أشت بنجاما نجبنا أشت بنجاما ما هو الهدف منها ما هو الإفادة فيما تنفع يجب أن نقول الهدف الهدف هو شرح الكلمات الهدف 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 3 على ماذا يحتوي على ماذا يحتوي القموس يعني يحتوي على كلمات مشروحة 4 بماذا تبدأ جميع الكلمات المشروحة الهدف في ذلك الكلمات اللي باللعون الأحمر كل شيء يبدو بأن اوهن 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 كل مات اوهن كل مات اوهن قمس بار اوهن هذه كلمة مكتوبة فوق الصورة بالأسود بلون غاليد فيما تفيد هذا الكلمة لأول كلمة في هذا القمص ، تجده انترمي هذه الكلمة التي مفوقها ، هي أول الكلمة التي تجدها في الكلمات المشروح كلمة اللي كاتكون الفوق يهي أول كلمة كاتكون في الصفحة يهي لكلمة اللولة اللمشوحة الدكسيrabية قولها الكوم الفكومة إلن ديك اللي كاري الأمور چالي اللي كاتكون فقد البهورية للمو عبي سيطرس تيلے سور ستبعش؟ كرمت عبي اللي كتاني نحل للمو عبي سيطرس تيل سور ستبعش؟ هل توجد على هذه الصفحة؟ ولماذا؟ إذا كانت موجودة على المالة إذا كانت غير موجودة إذن إذا قلبت على كلمة أبي في هذه المو أنغوج لا تجدها لا تجدها أبي إذن لماذا لا تجدها؟ لأن هذا المو يبدأ بـ أبي وفي هذه الصفحة فقط الكلمة لكي بدأ بـ أم كم يبدأ بـ لأنها يبدأ بـ أ 6 كالتر يجب أن يبدأ لأنه يبدأ لأنها تجدها لأنها تجدها لأنها تجدها أم لاحظة أم لاحظة أم لاحظة أم لاحظة لأنها تجدها يجب أن يبدأ أم لاحظة سأتقل الرسالة في اول حالية سؤالي لنسائل الماضي سأتقل الرسالة في جاء الماضي إذا سأتقل الرسالة في الأولي والآخر يوجد هذه الماضي وفي الأولي في الآخرى يوجد أصغب يوجد أول الكلمت في أطراي في المكتوب في الأحمر و الأخير التخليم ، يوجد إبعال الإنغان يكتب على أحداً وَنْفِرُنْمُونَ يُغَتِن قُلْشَحِرَا فلُكَلِمَا لِلُ قَمُسِ نحن نضج لغاً المعدات العامة لأننا ستفهم أمس كالية التخليمة فلن يزال البريد منها يعني كلمات كي كنوا عندنا على الصفحة نرى أيضاً أولاً كذلك أولاً حرف من الكلمة ثم أولاً حرف ثم ثاني حرف ثم ثالث حرف إلى آخر مثلاً مثلاً نجد كلمة ونشرح لأ letra E نرى الدكسيونير الحرف E نقلبه في E ثم EN ثم بعد أن نقلبه على N دكسيونير يجب الترتيب A, B, C, D يجب الترتيب ديال الألفابة ثم OMV ولكن قبل عن طريق بحرف تجلبها مع جته بحرف لن تعطي على أل وف وعند وعند تجلب بحرف في جهل الشعب ساحة يشعر مع الفقر يوجد جمع التغرف نحن نفعل الأول نشارك في الناس ساحة 26 من المحن انطوية في حفق ساحة 26 في جهة 11 ، سوف ترجع للصفحة 16 سوف نقوم بإطارة ونقوم بإطارة أو نقوم بإطارة الكلمات التي تبدأ بـ ENT عندما نقوم بإطارة سوف نقوم بإطارة 3 الكلمات التي تبدأ بـ ENT انترمي انتر انترمي انترمي انتر Perfect اقول نقوم بإطارة емон én illnesses فطوط من المناة إعادة المناة منację و نن~! 我ứng curious سبق التقليب على المنزل 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 و نظرت نعرف سنوار ونريد ونبيد ونحن كلمة المكينشة هنا سنوار أو إباهية أو إباسية ندرس ندرس جليز온 تجلس الأمام تقفين هذا النوع في الحال PA نقوم بتتتتتتتتتتتتتتتاة في التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتي النمودي نمت بسرعة هو ال Bau79 العديد رائع كلمات كنشوفو في الص입니다 كيف يبدو بي هدل كلمة إذن غحنا غادين شوفو ترتيب ديال للألفابي أول حرف عنا هو A أول هكلمة هده تكون أبوغتي ثم مر أكن B مر بالين دون قد يكون دون قد نعنا A B C D E F J H I G K L هده تكون لفع ثم مر لفع هده تكون عنا PORT حيث L M N O P مكنش M مكنش N مكنش O دون كان P PORT ثم مر PORT هده تكون غمورك ومر غمورك هده تكون VOATURE وآخر كلمة هي ZO دون ترتيبوها أبوغتي بالين لفي PORT غمورك VOATURE ZO إذا لمشينا نقلبه في الدكتونير هده القاوم بهذا الترتيب هذا لن نقوم بطبيعة الحال في نفس الصفحة لأنه يبدو بحروف مختلفة ولكن سنقوم أبوغتي هي اللولا ثم بالي ثم لابي الثلثة ثم أبوغة الرابعة ثم غمورك الخامسة VOATURE السادسة وزو هي السبعة ثم ننتقل للأي الثانية بنفس الطريقة سنقلبوا على هده الكلمة إن أول حرف عندي هنا هو B أول كلمة بوا مربوا سنقلبنا ب C D E F G H I G K L M سنقلبنا M تلاحظوا بأن M لدينا جوج كلمة يبدو بجوج بهم M O يبدو ب MO M سيكون حرف الثالث يسبق الحرف الثاني بحل بحل سنقلب الحرف الثالث في موسكة الحرف الثالث هو S و في Monument الحرف الثالث هو N سيسبق S سنقلب أن Monument تسبق موسكة مور بوا سنقلب Monument عد موسكة مور M M N O P P P نفس شي عندنا جوج كلمة P 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 إذن قولنا بوا Monument موسكة P 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 اللي لتخ دو شك ان cadري دن لغضر الفابتك لن عطونا بتاقض في هوم حرف ميرهو مش بطرتيب لن نطلب منا نردوуем ترتيم لن تحلونا في ها د اف اون اول حرف هوا ا لن مور هالي كون د حييت انا اب c د د تون مور د هالي كون أ تون مور اف A, D A, B, C, D, E, F A, D, E, F ثم أخيراً N دوزيام لسة لدينا K, L, N, O, M ثم شنو ترتيب لغديو لعنا لدينا A, B, C, D, E F, J, H, I, J K, L ثم أخيراً لدينا K, L ثم أخيراً لدينا M, N, O لدينا M مور L أو N مور M ثم أخيراً O أخيراً لدينا V, T, R, Z, U V, T, R, Z, U إذن فضلاليستادي لدينا R وال وال ثم ت, ثم U ثم V ثم أخيراً Z donc R, T, U, V أو Z Z هو أخير حرف أخير لدينا أخيراً لألفاب دوزاً لتمرين 12 نقوم برنوه نقوم بسيطة لترتيب ثمه من الوضع الألفابي في الترتيب ألفباية في الترتيب الألفابي إذن الأول اسم هنا وهو أمينا لأن تبدأ بحرف أ أول حرف الألفابي أمينا سيكون لدينا بغايم يبدأ ببا ثم أبا ثم أثالي اسم هو فاطمة مور فاطمة عدنا إدير ثم مور إدير غادت كون ليلة ثم مور ليلة ياسمنا و أخيرا زهرة تمرت التاش شخش دون لدكسينار لديفنشان دي مو سيوان إذن كالك في التمرين سنقلبه على تعريف الكلمات التالية ثم لدينا نف تو إبلويسان إسبلوناد أوسيان إي أكوير سنقلبه على تعريف هذه الكلمات لكي تفعل هذا التمرين سيكون لديك واحد ديكسينار تشوفيه وتقلب على الكلمة وتكتب التعريف لكي تلقى الكلمة سيكون لديك شيء ما في هذا الدرس ستقلب على أول حر مثلا نف ستقلب الحرف ن حرف ن لا تقلب حرفه في البداية بطبيعة الحال حيث أن نرى في الوسط للالفابة ستقلب على الدكسينار تقريبا الوسط ستقلب على الحرف ن ثم مور تقلب على أ ثم ف و ستقلب لومو نف و تكتب تعريف دياله نفس الطريقة مع ت لطوى إبلويسان إسبلوناد إلى آخر إذا لم كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو وصلنا للنهاية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر